أهلاً وسهلاً بحضراتكم موعدنا الآن مع فقرتنا الإسبوعية الرياضية مع دميل العزيز الكاتب الصحفي ونقد رياضي الأستاذ هيسام نبي المسائل فلي هيسام مسائل فلي أستاذ العزيز أهلاً طيب تخلينا إحنا في مرحلة المنتخبات يعني مصر عندها مطش بكرة مع الجزائر ولعبة مطش ودي مع زنبيا والمنتخبات كلها بتلعب الأفريقية شايف تونس تغلق وتربعة صفر من كوريا الجنوبية المغرب تعدد إحنا وضعينا إيه على خارطة الكرة الأفريقية والله إحنا وضعينا زي ما إحنا إحنا وضعينا اللي هو إحنا المنتخب بتاعنا في الترتيب الخامس تقريباً كمنتخب يعني لكن لو عايز تعرف المنتخب بتاعنا فيه لازم ترجع للكرة بتاعتنا هي راحة فين فإحنا كنا عاملين حاجة بسيطة كده عشان نقول للناس عشان من ساعة ما تقال إن ديربي جدة أهم من ديربي القاهرة وحصل الفيلم اللي إحنا شفناه كلنا واللي طلع قالك غصباً عن عين أي حد إحنا الأقوى أهم حاجة عشان تحل أي مشكلة عندك إنك تفهم مشكلتك فين طيب إنت مجاهز لنا نفهم المشكلة؟ ياريت طيب يلا هتبتدي منين المشكلة؟ هنبتدي بنقول الدوري بتاعنا هو فين في وسط الدوريات الأفريقية؟ مش حاجة ناحية الدوريات العربية ولا العالمية هنتكلم على الدوريات الكبرى في العالم دي مثلاً دي من المواقع اللي هي مسؤولة عن إنها هتقولك قيمة اللعيبة اللي موجودة في كل دوري هتيجي تبص على الدوري المصر كده قيمة اللعيبة عندنا 156 مليون يورو 156 مليون يورو دول كام لعيب 572 بيمثلوا 18 فريق كويس قوي كده عدد اللعيبة المحترفة 104 لعيب عندنا في الدوري المصر خليك بس فاكر الرقم اللي هو 156 مليون يورو جنوب أفريقيا 153 مليون يورو وعندهم 16 فريق المغرب مغرب 116 مليون يورو الجزائر 88 مليون يورو تونس 77 مليون يورو ده قيمة اللعيبة اللي بتلعب كلهم قبلنا ما عدا جنوب أفريقيا احنا قبل جنوب أفريقيا احنا الاول احنا الاول واحد فيهم احنا اعلى حد فيهم اه ده في الفلوس انا بتكلم في الترتيب احنا اعلى حد في المزل نخش بقى عشان نعرف قيمة كل بطولة عاملة ازاي يعني احنا مثلا عندنا البدية دي بتاعة أوروبا قبل ما نخش على بتاعة أوروبا دي خلينا نتكلم على قيمة كل بطولة قيمة كل تسويق بطولة تسويق بتاعة كل بطولة لا ده اليوالتي بتاعة الجماهير اليوالتي بتاعة الفانز لا يا جماعة ركزوا معايا لو سمحت مش دي تعالى نرجع بس للصورة الي هي بتاعة تقييم الدوري المصري او قيمة التسويق بتاعة الدوري المصري اه اقولها لك انا اقولي طيب قيمة تسويق الدوري المصري الي هي مكتوبة في جرائد برة ايه وفي موقع برة 10 مليون 160 مليون دولار 10 مليون 10 ده الراجل اللي هو المين سبونسور بتاعة الدوري المصري ما حسبناش احنا كل الناس الباقي اللي هي النيل اه 10 مليون ده المكتوب برة 10 مليون 160 مليون دولار اه تمام كده 10 مليون اه ده قيمة تسويقية بتاعة البطولة تمام تسويق بتاعه تيجي بقى لبطولات مثلا زي المغرب حتلاقي ان مثلا تسويق الدوري المغربي قيمته 165 مليون يورو مروكو 165 لا ده نفس لا ده نفس الحديد 165 مليون يورو متوقع فيهم ان هم يبيعوا 165 مليون مليون يورو واحنا 10 واحنا 10 مليون دولار اي تمام الى جانب بقى ان الدوري المغربي وهو الرقم واحد في افريقيا يعني بيشاهدوا 2 مليار بني ادم في العالم الدوري المغربي الدوري المغربي 2 مليار بني ادم في العالم زي عدد سكان المغرب الشقيق انت بتكلم في 38 مليون 38 مليون او حاجة او 40 مليون مثلا يعني ماشا فبيشاهدوا 2 مليار بني ادم في جميع انحاء العالم حنقول منهم كتير مغربة في فرنسا واستانيا واحنا عارفين عدد المغربة يعني في النهاية المهم ان دا قيمة بتاعته وصلت لهذا الرقم في رهنات عليه اكيد ما كل البطولات فيها رهنات حتى مصر اه طبعا طبعا احنا هنجيب له حلقة تانية طيب الدوري الجزائري قيمته التسوقية 81 مليون يورو الدوري الجزائري 81 مليون يورو الدوري الجنوب افريقي 130 مليون يورو ايه الارقام اللي انت بتقولها دي القيمة التسوقية اللي هي بتاعت البيع بس احنا ما قلناش الباقي ايه فاحنا لو جينا على الدوري المصري عشان بقى نوعد نضحك مع بعض شوية بقى لما تيجي تقول طب الفلوس اللي احنا بنتفحها في اللعيبة اللي هي قيمة التسوقية بتاعت اللعيبة ايه اللي هي 153 مليون يورو ايه وقيمتنا احنا التسوقية بتاعتنا 10 مليون ايه طب قيمة البطولة نفسها قد ايه ايه اتنين مليون جنيه يعني الدوري اه اللي بيكسب الدوري بياخد مليون بقى اتنين بخلاص بقى الحمد الله بقى اتنين فتحت عليهم يعني بنترمش له اتنين مليون جنيه وندهم له فيه كل فرقة بتدفع قد كده طول السنة تعالي أبص على الأرقام عشان تاخد 2 مليون جنيه فتيجي تبص بقى للصورة في المغرب بياخدوا ايه ما عنديش التفصيلة دي بس هقولك على حاجة مهمة جدا في الموضوع ده تعالي نشوف مين أعلى نادي في أفريقيا أعلى نادي في أفريقيا قيمة هنلاقيه النادي الأهلي تخيل أنه لولا وجود النادي الأهلي في مصر كانت الكرة المصرية ليس لها وجود من 20 سنة بمعنى أن احنا هو النادي الوحيد اللي بيوصل أنه هو يفوز ببطولات أفريقيا بيروح يمثلنا في بطولات العالم فكل دين وقت بتتحسب وفلوس يعني هو عنده الحق أنه هو يبدأ يجاهز في نفسه ويدفع فلوس زيادة عشان يعرف ينافس في المنافسات اللي هو بينافسها فتخيل أنت دون وجود هذا النادي النادي الوحيد في مصر الوحيد بقاله 20 سنة صحيح اللي فاز بدوري الأبطال تخيل أنت لو سحبنا النادي الأدي يبقى ما فيش كرة في مصر لو سحبنا النتاج اللي حققها منتخب مصر مع الكابتن حسن شحاته خلال العشرين سنة اللي فاته مش هنلاقي كرة في مصر فلما نيجي نتكلم بقى طيب التسويق بتاع الدوريات العالمية دي مش العالمية الأفريقية للأسف الأفريقية اللي احنا بنتكلم فيها دي قيم على إيه يعني الرجل لما ييجي يروح مثلا تيجي قناة زي يورو سبورت أو سكاي سبورت عايزة تزيع الدوري المغربي مثلا ايه فبتبص على ايه اول حاجة اول حاجة جودة الصورة الصورة اللي بتتنقل للناس دي ايه تاني حاجة الجماهير الجماهير دي شكلها ايه تالت حاجة الملاعب البلاعب دي عاملة ازاي رابح حاجة تنافسية بين الفرق عاملة ازاي هنيجي لو بصينا للكلام ده دي قيمة النادي الأهلي النادي الأهلي قيمته التسويقية 31 يعني يقول 32 مليون يورو يليه على طول سانداونز ويليه الزمالك تخيل بقى ان احنا في التأسيمة دي الزمالك بقاله 20 سنة لم يفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا الأهلي بيفوز سانداونز ما بيكسبش بطولة دوري أبطال أفريقيا من 2016 ايه اذا فانت عندك النادي الوحيد اللي بيساعد على ان الكرة المصرية يفضل لها اسم بالأرقام كده هو النادي الأهلي تعالى بقى نبص على حاجة مهمة قوي زي ما قلت لحضرتك ايه الحاجات اللي هم بيبصوا عليها في التسويق التنفسية والجماهير طيب مداخيل الجماهير في مصر قد ايه صفر 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 ما يجبش تمن لعب ده ما يجبش تمن لعب اللاعب اللي شارعها زي ما لك قال لعب 20 مليون يعني المبلغ كله حيطلع 550 ألف دولار ايه 17 مليون جنيه 550 ألف دولار فتخيل ما الاندينا دي بتغطي نفسها مني؟ ده السؤال بقى اللي احنا لازم نسأله يعني الاهلي اهو بياخد شوية بطولات وعنده سبونسر أو عنده رعاة ايه طيب حتى لو احنا عندنا الرعاة وبيدفعوا اكتر من العشرة مليون بيتفعهم ليه؟ يعني ايه المنتج؟ هل في قناة بتشوف الدولي المصري غير المصريين؟ هل في اي قناة واخد حقوق؟ لا بث الدولي المصري يبقى انت محلي يبقى انت بتاع هنا احنا عاديين هنا ليه احنا بنقول كل الكلام ده ويبدو انه هو كلام يعني الشديد اللهجة شوية ايه ليه بنقوله؟ عشان مسلا لما نيجي نقول هات بقى الصورة اللي هي بتاعت الدوريات العالمية عشان نوريك بقى احنا فين؟ ايه ده اللي ازرق ده ده البريميوم ليج اللي هو الدوري الإنجليزي تخيل قيمته التسويقية قد ايه ست تلاف وشوية يعني داخل على سبعة تلاف مليون سبعة تلاف مليون اه يعني سبعة مليار ايه يورو ايه ودي بقى بعد كده تيجي الليجة الاسبانية والبندس ليجة والسيريا ايه والليجة ايه ده بيجي بنان على ايه زي اللي احنا قلناه برضو على الدول الافريقية هو قاين كله على الرياضة دي الصناعة دي بتعمل ايه معه الصناعة دي بتشتغل ازاي تشتغل ان في ملعب كويسة في جمهور في نقل رائع في جمهور بيروح الجمهور رايح يستمتع مش رايح يتعذب مش رايح يتبهدل مش رايح يتهان مش رايح يتعامل فيه اي حاجة من اللي احدا بتشوفها دي فتيجي في الاخر هو بيروح عشان نشوف حاجة احنا بعمل الرقم ده ده يساوي ميزانية مين ده ميزانية كم دولة في بعض الستة مليار ومش عارف كم دول ده دي ميزانيات دولة دي قيمة على ان دلوقتي الدوري السعودي بينقلوا اربعين قناة عالمية ليه؟ عشان هم شغالين مش هخش انا مش داخل في المنافسة او مش حاطط السعودية ليه في المقارنات دي لان الفرق كبير جدا في الماديات كبير قوي لكن انا حاطط الناس اللي هم عندنا ايو او قدنا وظروفهم زينا زينا شوية اي كلهم بيصرفوا اقل وتسويهم اعلى يبقى دي اول نقطة لو انا مسؤول عن الرياضة في مصر او مسؤول عن الكرة في مصر هجيبي الناس يا جماعة تعالوا يا جماعة الارقام دي معلنة الارقام دي مش انا جايبها من دماغي مش انا عبقرين يعني الارقام دي موجودة في كل حتة طب تعالوا يا جماعة الارقام دي ايه وليه الدوري بتاعنا بهذا الشكل لحد الوقتي تعالوا نشوف ايه المشكلة المشكلة في ايه هل المشكلة ان عدد الاندية الجماهيرية مش موجود مثلا عندنا ست فرق مثلا او سبعة هما الفرق الجماهيرية طبعا تبقيت شركات والاندية الشعبية اختفت والسورة دي مهمة جدا بقى ده برضو جمهور في الحيطة دي في اللي هي افريقيا وشمال افريقيا عدد الجمهور اللوية الفان اللي هو الراجل اللي ممكن يروح الملعب ويشجع الفريق ويشتري التيشرت بتاع النادي ويلبس مش عارف ايه بتاعت النادي عددهم تسعة وتلاتين في المية من مشجعين الكورة عندك الرقم اللي تحت ده سبعة وتلاتين دول اللي هما متعصبين للكورة اللي هو بقى بيعمل اي حاجة اللي هو يسافر ويعمل بص بقى الرقم المرعب ده فوتبول سوشيال فان عندك اربعة وعشرين في المية من جماهيرك جماهير سوشيال تعالى نشوف كده الاندي اللي في مصر اللي عندها سوشيال ميديا او كونتنت اونلاين يعتمد عليه ويقدر يجيبه ويقدر يبيع ده حتى الاهل اللي هو افضلهم لم يصل الى المستوى اللي هو احنا نقدر نقول ان هو عنده سوشيال ميديا او اونلاين بيزنس ريليتد بالناس اللي بتشتغل اونلاين يجيب له حاجة يعني هو بدأ دلوقتي يحط ان فيه application الراجل بينزلها بيدفع مبلغ من المال بيبقى قدامه ان هو يحضر تمرين لكن الـ plans المفروض تختلف تماما عندك نادي الزمالك نادي الزمالك المفروض يبص على هو بيعمل ايه نادي الاسماعيلي المفروض عندنا اندية المفروض تكسب ملايين للأسف بتكسب صفر وبعد كده كله بيزع ويزع قوي والاهلي بيكسب ليه الاهلي بيكسب عشان هو الوحيد اللي شغال عشان هو الوحيد اللي بيعرف يدير زو اموره بالشكل البسيط يعني لكن هل اللي احنا قلناه ده كله ده احنا بعيد قوي لا ده احنا اه يعني لا تقول لي لا اتحاد الكرة ده يقدر يعمل حاجة ولا الرابطة تقدر تعمل حاجة احنا عايزين خط الدولة وما هو المفروض ان الناس دي هي اللي بتمثل بالنسبة لي خطة الدولة وانا المفروض لما شوف يعني احنا دلوقتي عندنا تقريبا تقريبا احد افضل الملاعب اللي هتفتتح في القرى الافريقية عموما وهو الملعب الولمبي اللي هيتلاقي في القرية الولمبية الجديدة في العاصمة الادارية هل احنا جاهزين مين اللي هايجي لعب في فتاح الملعب ده عشان ما نجيش بس مسلا نلاقي ايه يتفاجئ اه ان الاهلي هيلعب طلعي الجيش ايه او الزمالك هيلعب الاهلي ده حدث حدث عالمي ده حدث يجيب لك فلوس ويجيب لك سياحة الرياضية ويجيب لك ازاي تستغل من دلوقتي اهو قديني بنقولها يعني ازاي من دلوقتي حضرتك تفكر اللي استاد ده هيتفتح انت يا ولاد استاد ده هيتفتح بعد خمس شهور طب يا ولاد بعد خمس شهور اتفلتوا مع مين الاجندة والفرق دي بالضبط كده نشوف بقى مين ييجي مين ييجي انت عارف ان كل اسبانيا مثلا برشلونة ريال مادريد منشستر سيتي بايرني ميونيك كل الفرق الكبيرة دي بتعمل المعسكرات بتاعتها فين في اسيا اسبانيا غيروا موعيد الدوريات بتاعتهم والمشات الكلاسيكو عشان جماهير اسيا تعرف تشوفها ده التسويق احنا عندنا دلوقتي في اي بطولة ممكن تلاقي فيزت سعودية فيزت رواندا مفيش فيزت مصر احنا مش على خريطة كرة القدم اللي بجد فده الارقام اللي احنا قلناها النهاردة دي رسالة صادمة بصراحة لكل الناس اللي عايزة بس تفكر مجرد تفكير اولي ان احنا نصلح نعرف احنا فين وما تاخدناش الحماسة ان احنا اصل الكرة احنا اصل كل حاجة في الدنيا اي يعني مصر دي هي اصل كل حاجة بس مش هنفضل نقول احنا اصل احنا اصل احنا اصل احنا اصل وبعدين لايك عايزين احنا واقع كل الفروع فرقت طيب خليني بسرعة اتكلم عن ماتش زامبيا وماتش الجزائر بكرة انت شفت شكل المنتخب ازاي ناس كتير ما ارضهاش مستوى المنتخب ولا بين فيه جملة ولا خطط والمسألة مش يا انا من بعد ثالث ماتش للمدير الفني المنتخب مصر يدر تفهم هو بيعمل ايه فيتوريا اه هو بيعمل ايه هو بيقول للولاد احنا هنلعب اربعة تلاتة تلاتة تمام بس بس وكل واحد يعمل اللي هو عايزه يعني اتا لو بسيط وفيتوريا ده اسم كويس كان كويس جدا ما اخلي بالك كل المدربين لما بيوصل لمرحلة معينة وبييجي على حاجة مش حكاية لا ياريت لا احنا على الخريطة الرياضية الافريقية على الأقل بس بييجي هو مش بحتطل بلان معينة هو مش بحتطل انت عايز ايه يعني مش بحتطل انت دورك ايه احنا فجأة لقينا الراجل ده بيدي محاضرات في الاتحاد بيحط الجدول مع الناس اللي بتحط الجدول الراجل ده بقى مسؤول انه هو يتعامل ده مش دورك يعني دور المدير الفني لمنتخب مصر انه هو يبقى ليه دور محدد كده واضح هل انت بتعمل الدور ده هو بيعمل الدور بتاع اللي احنا قاعدين بنكسب فرق كلها ليست في المشتوى يعني حتى لدرجة يعني اول اختبار بالنسبة لنا هيبقى صعب بكرة اول اختبار صعب كان تونس اه اتغلبنا اقول ان احنا ملعبناش كابلين اول اختبار صعب حقيقي هو بكرة واللي خليك تقول ان احنا احنا عندنا عناصر فردية في المنتخب غالبا من اعلى العناصر اللي موجودة في القرى شوف رغم ان احنا بنقوله ده احنا عندنا لعيبة كويسة كويسة مش وحشة لما تتفرج على ماتش كودفوار والمغرب تحس ان فيه قلق يعني تحس ان فيه قوتين رغم ان الرجراجي اللي هو المدير الفني للمغرب قالك احنا مش مرشحين اصلا للفوز يعني احنا مش مرشحين للفوز بالبطولة دي قالك انا مغرب ما لعبتش نهائي من ايام لما كان عندي شعر فهو الراجل جاي مش حاطت في الباقه طبعا هو حاطت في الباقه طبعا بس ده نوع من التنويم يعني احنا محتاجين يعني محتاجين نشتغل على الاقل يعني الراجل بتاع المنتخب الأولومبي يعني المنتخب الأولومبي ده اللي لفت نظر اي حد فيه منتخب الأولومبي اهم شيء انك بقيت بدنيا اقوى من اي منتخب لعبته ودي لأول مرة في تاريخ مصر منتخب الأولومبي اقوى بدنين من اي منتخب لعبه بس ده مدرب اللياقة يعني هده جهاز فني كامل بيشتغل على الكلام ده فانت اللعيبة نزلة واقفة على رجلية لحد اخر لحظة في اي ماتش عارفين هما فانت متفائل بالمنتخب الأولومبي في الأولومبي حتى لو يعني لو المجموعات طلع فيها عوأ ودخلنا في حاجات صعبة بس الراجل قدم لنا ما يشفع اه موقف اللعيبة على رجلية اه وعنده خطط خطط مش خطة اي بيعرف امتى يدافع امتى يقفل الملعب خالص امتى يهاجم هجوم ضغط جامد جدا عنه قدامه امتى يبقى متوازن عنده خطة اللي احنا بنشوفه من منتخب مصر الأول للأسف الشديد كله اجتهدات فردية يعني كله تلاقي خلينا هنتكلم الاسبوع الجاي في المطر بتاع الجزائر هنبقى شايفين فيبقى مؤشر وارجوك جهز لنا حاجة عن الرهانات وبتروح لمن وهل دي بتأثر على التحكيم بتأثر على النتائج المباراة في مصر يعني الحمد لله مش عندنا في الأول بس عندنا تحت طيب فخلينا نشوف زميلة بيقولولي في كلام يعني ايه في كلام مواقع رياضية ومواقع عديدة نشرت ان محمد صلاح تبرع بالدم تضامنا مع غزة ربنا يتقبل يعني انت منتقد موقفه لا انا مش منتقد موقفه والله يعني انا عارف انا مقدر جدا هو بيعمل كده ليه بانهم عندهم أوامر واضحة في الدولة الانجليزية على فكرة انجلترا هتلاعب استراليا تقريبا بكرة او يوم الجمعة مش فاكر في يوم اليومين دول يعني وكانوا هم بيفكروا ان هم يعملوا عالم الكيان على ملعب ويمبلي قبل المباراة فالاندية اللعيبة العرب والمسلمين في الاندية الانجليزية بعتوا للرؤساء بتاعتهم يعني المسؤولين بتوحهم قالوا لهم لو ده حصل فاول مباراة الدولة الانجليزية اول ما يبتد المباراة هنسيب الملعب ويمشي كلهم فبعد كده راحوا هم خدوا بقى كل كل كلام ده ورحوا رايحين للمسؤولين الانجليز قالوا لهم اوعوا تعملوا ده لان ده حيضا خلي بالك لان الاتحاد الانجليزي مش هو اللي بيدير البراميام ليج ايه البراميام ليج ده بيزنس فقالوا لهم تهد كده حتضربه لنا بيزنس بيجيب لنا ستة مليار ستة مليار وشوية حتضربه لنا فلا اعقلوا فالضغط ده بتاع اللعيبة كلها ومنهم محمد صلاح ومحمد النيني ولعيبة كبير كتير جدا وبعد كده راح ارسنال وليفر بول وكل الاندية تقريبا اصدروا بيان مفيش لاعب يتكلم لا بدعم ده ولا بدعم ده على السوشيال ميديا ولا على اي حاجة نورت المحكمة الله نورك بشكرا جدا بشكرا جدا بشكرا جدا بشكرا جدا زميلي العزيز النقد رياض والكاتب الكبير الاستاذ هيسم نبيل النهاردة رحلت عن دنيان الزميلة والاستاذة الاعلامية الكبيرة جزال خوري جزال خوري اسم من الاسماء اللامعة في عالم الاعلام وهي ايضا صاحبة مواقف سياسية ومواقف انسانية واجتماعية اسست مؤسسة كبيرة مركز سامير قصير جزال صحفي الذي قتل في لبنان لكنها رحلت عن دنيان بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان حاولت وقوامت وكانت تعمل حتى اخر وقت في سكاي نيوز عربية ولكن حان الاجل ورحلت عن دنيان انا بعتزب ان انا في يوم من الايام انا وزملتي كريمة عوض اجرينا معها لقاء من كانت في لبنان يعني عز علي فرقها لانها كانت زي النسيم الله يرحمها بعد الفاصل حنتكلم عن ملف مهم له علاقة بالاقتصاد المصري حنتكلم عن لومر الشيء في دورته الخمسين وده داخل في عالم جديد شوية عالم الدهنات للذكور والاساس هل ظروفنا الاقتصادية تسمح هل السوق يستوعب ليه عندنا راعي مهم مثلا زي الاستاذ احمد طالب الرئيس التنفيذي لقسم المباعات والتسويق بشركة دهنات الجزيرة في المملكة العربية السعودية والشرق الاوسط وجيه هنا وهيكون راعي رسمي لومر الشيء اكيد شايف الاقتصاد بشكل مختلف الشركة نفسها وجودها هنا دور الالوان في الحياة وفي الاساس وفي البيت هاشياء كثيرة هنتكلم عنها ما بينها الاقتصاد وما بينها الجمال هيكون معايا ايضا الاستاذ احمد طارق الرئيس التنفيذي المشارك لمجموعة طارق نور ورئيس الشركة المنظمة لمعرض لومر الشيء انتظرونا